أهلاً بكم مشاهدين الكرام مع بداية عام 2019 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وخاصة في القرى تهدف المبادرة إلى تنمية شاملة للبنية الأساسية والمرافق وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية فضلاً عن تقديم خدمات صحية وتعليمية وأيضاً تطوير مراكز الشباب هذا بالإضافة إلى التدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل المرحلة الأولى بدأت في يوليو من عام 2019 لتنمية ثلاثمائة وخمس وسبعين قرية في أربع عشرة محافظة استفاد منها أربعة ملايين وثلاثمائة وستون ألف مواطن كما بلغت استثماراتها ثلاثة عشر ملياراً ونصف المليار جنيه أما عن المرحلة الثانية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر الماضي فتضم نحو ألف وخمسمائة قرية في واحد وخمسين مركزاً بعشرين محافظة ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المستفيدين من هذه المرحلة ثمانية عشر مليون مستفيد كما بلغت استثماراتها نحو مائة وخمسين مليار جنيه مشاهدين الكرام استعرضنا لكم مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف توفير حياة ملائمة لملايين المصريين شكراً لكم على طيب المتابعة